نهارده النائب العام التركي أصدر مذكرة توقيف بحق اللواء أحمد العسيري نائب رئيس للإستخبارات السعودية وسعود الجحطاني مستشار محمد ابن سلمان أصدرت محكمة تركية مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس للإستخبارات السعودية أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العاد السعود الجحطاني على خلفية جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي كما قدمت لأحد اتهام بحق عسيري والجحطاني تتهمهم بالقتل المتعمد بطريقة وحشية أو عبر التعذيب مع سابق الإصرار والترصد كما تضمن طلب النيابة معلومات عن هويات المشتبهين الخمستاشر اللي جم لإستنبول من السعودية قبل يوم واحد من تاريخ الجريمة وأوضح أن هؤلاء الأشخاص عادوا للسعودية بعد الجريمة برفق الثلاثة من موظفي قنصلية المملكة بإستنبول وأشار إلى التوصل لمعطيات حول مشاركة عسيري والجحطاني في خطط جرى وضعها بالسعودية لقتل خاشقجي وأكدت النيابة في طلبها أن هناك شبهات قوية تؤكد مشاركة عسيري والجحطاني في التخطيط للجريمة اللي نفذها المشتبهون الخمستاشر الخمستاشر اللي جم التمنتاشر من خمستاشر جم لإستنبول بالإضافة إلى ثلاث موظفين بالقنصلية اليوم كمان جويش أغلو وزير الخارجية توركي تحدث عن التصريحات المتناقضة للسعودية كل حاجة وعكسة كمان شبهات القليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محدش بقى ليه في المنطقة العربية عذر عند تركيا عملت كل حاجة والعاصفة قاتية قاتية هتقول لي ليه بيركز ايه حكاية متعاون محلي كل ما يتكلم متعاون محلي لان السعودين كذبين كذب القبل تيتمشى السعودية جامد جدا فهو بيقول ليه حطت المحلي المتعاون المحلي والجسة هي دي المربعين اللي بيزوغوا منه فهو بيقول له الديني ماشي انت المتعاون محلي الديني المتعاون محلي اللي خد الجسة تحدث وزير الخارجية عن التحقيق الدولي في القضية واللي أصبح الجميع بيطالب بيه بيطالب بيه بيجيه مالسا بيدينامديج بدأ بشديد جدا وإصرار واستخدام بشكل كامل لكل الأوراق اللي موجودة في إديها في هذه الجريمة الشنعاء تضيق تركيا الخناق لحظة وراء لحظة على محمد بن سمان ترجمة نانسي قنقر